اه سبعة الخير هنتكلم النهاردة برضك على اه موضوع جراحي شوية هو موضوع الختان او موضوع الطهارة في الاولاد اه في البنين اه طبعا احنا هي نقطتين السؤال اللي بيسأله دايما ان اطاهر البيبي اول ما تولد ولا نستنى شوية لما دنيا اه البيبي يتحسن ويكبر شوية الحاجة التانية كمان اطاهر ليزر ولا اطاهر جراحة اه هل اطاهرة بتتم في المستشفى لو ممكن تتم في الايادة اول حاجة بالنسبة لنا الطفل اللي لما بيتولد احنا لازم نتأكد من دكتور الاطفار اللي كان حاضر الولادة ان الطفل حالته الصحية تسمح بالطهارة طبعا الطهارة في الاول في اول يومين او تلاتة اه الام كده كده موجودة في المستشفى والطفل تحت رعاية في المستشفى فبيبقى الدنيا اسهل شوية اه لكن الطفل لازم يكون وزنه كويس غالبا بيكون معدي تلاتة كيلو لازم يكون حالته الصحية كويسة مش محتاج يخش حضانة او يتحطها لأكسجين او كده اه نتأكد ان الطفل اه صحيا بيرضع كويس وابتدى يتجاوب مع الام عشان طبعا الجرح هي هيأثر عليه شوية الحاجة التانية كمان ان الطفل ما عندوش اي عيوب خلقية تمنع اه جراحيا يعني تمنع الطهارة يعني في بعض الاطفال بيبقى عندهم عيب خلقي اه في مكان الطهارة فبنأجل لعملية الطهارة بنعمل عادية تصليح للتشوهات او كده والعملية كلها تتأجل لعمر ساني يبقى اه جراحيا لو في عيوب خلقية اه طبيا لو الطفل اقل من تلاتة كيلو او حالته الصحية اه سرعة التنفس او في مشكلة في الرضاعة او 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 في الصفرة او كده فبنأجل موضوع التهارة شوية طيب لو الطفل عندنا حالته كويسة وتسمح بنطهره لو اه الدنيا ما سمحتش ان احنا انطهروا في اول اربعة وشيون ساعة بنأجل الطهارة بعد كده لما مع المتابعة مع الطبيب المعالج اه لنتأكد ان الطفل بتادي النمو بتاعه بقى كويس والرضاعة كويسة فبتأجل عملية الطهارة غالبا بعد الشهر الاولاني ودايما بنحاول ما نتعداش اول تلات اربعة شهور ان الفترة دي هو اللي الطفل ممكن يتعمله عملية الختانة او الطهارة تحت تأسير البنج الموضعي حقنا موضعية بس ما نضطرش ندخل الطفل لغرفة العمليات طيب لو الطفل كبر عن اربع شهور او خمس شهور غالبا ده كترة الجراحة بيضطروا يعملوا بنج كل للطفل على اساس ان الاحساس عند الطفل وحركة الطفل بتبقى زيادة جدا ممكن يتعور وهو بيعمل العملية فبينضطر اندخلوا قضية العمليات طيب ازا الطهارة في الشهور الاولى في اول شهرين تلاتة اربعة ممكن تتم عادي خالص في العيادة بتاعت الجراحة اه تمام اه مش محتاج بنج كل محتاج بنج موضعي لكن في الشهور التانية اللي هي بعد اربعة وخمس شهور بمكن يبتلي اه نعملوا عملية ويخش قط العمليات اه ده التوقيت بتاع الطيب هل فيه تحاليل مطلوبة قبل الطهارة غالبا بعد الولادة على طول لو الطفل اه حالة الصحية تسمح انا متأكد ان الطفل دوت ان شاء الله مش هيحصله نزيف اه فما بيضطرش اعمل التحليل بتاع السيولة انه الطفل لسه واخد عوامل التجلط من الام وان شاء الله الام تكون تاريخها الصحي او المرضي كويسة ما بتاخدش اي حاجات تعمل سيولة للطفل اه ادوية للسيولة لام اه او مش على ادوية جلطات او حاجات زي كده فهلس بنعمل الطهارة على طول الطفل بعد كده اه يفضل ان احنا اه نعمله تحليل السيولة قبل اه الطهارة وده التحليل دايما الامات بتسأل لي هل فيه تحليل قبل الطهارة ولا ايوة هو تحليل عبارة عنصور الدم وتحليل السيولة عشان نتأكد بس ان بعد ما اعمل جرح في الطفل قدر الله الطفل ده لو عنده نوع من انواع السيولة اللي بتيجي في الاول زي الهيموفيليا او النزيف اللي اطفال الحديث الولادة والكصة دي ما حصلوش اي نزيف فالاقمن الاقمن ان احنا بنعمل التحليل بتاع السيولة قبل الطهارة ولكن برضك لو الطفل حالته الصحية ومتابعته والدنيا كانت كويسة في ناس كتير قوي ما بتعملش التحليل وبتوجه بالطهارة على طولة طيب اه الطهارة نعملها ليزر ولا نعملها جراحة اه طبعا احنا اه القصة ليزر وجراحة طبعا اما نسمع ليزر حاجة حديثة فاكيد ان احنا التكنيك بتاعها والمضعفات بتاعيتها هتبقى قل فعلا ان الليزر اه النزيف اللي بيحصل بعد الطهارة اقل التورم اللي بيحصل في الجرح اقل الشكل اه الجرح نفسه بيبقى مستوي اكتر كشكل وكوظيفية بتبقى قدني احسن اه فالليزر بيبقى احسن لكن طبعا تكلفته سنة اعلى اه ولازم يكون حدا متدرب او متمرس كويس في استخدام جهاز الليزر ان هو زي المكوى مكوى بالليزر فطبعا لازم يكون اللي بيستخدم الجهاز بيكون بيستخدمه كويس لكن ده لا يعيب الجراحة يعني الطهارة بالجراحة طبعا اه من زمان معمولة وناس اه الجراحين الادهم كويسة بتطلع برضك نتائج كويسة لكن التكنيك نفسه بتاع الليزر بيقلل آآ شوية من المضاعفات اللي ممكن تحصل في موضوع الطهارة عشان كده ممكن نلاقي الطهارة بالليزر بتبقى اغلى شوية لنتيجة لاستخدام الجهاز ونتيجة الممارسة بتاعة الطبيب اللي بيستخدم الطهارة الليزر يبقى كده موعد العملية عرفناه آآ ممكن نعمل تحليل ولا لا آآ انواع الطهارة بالليزر والجراحة طيب الكير او الرعاية بعديها طبعا العملية التهارة دي آآ غالبا القصة كلها بتنتهي في خلال الاسبوع الاولاني او العشر تيام ما بين الجرح اللي بيلقم والواجع والقصة دي كلها طبعا بعد الجراحة عندي جرح بيتطهر بتدين او مطهر بيتحط عليه كريمات مضاد حيوي الطفل بياخد مسكنات عشان القلم لو الجرح آآ جامد شوية آآ بنغير عليها بعد اربعة وعشرين ساعة غالبا الشاشة اللي على الطهارة بتقع لوحدها او احنا بنشلها في خلال تمانية واربين او اتنين وعبين ساعة بعد الطهارة تمام آآ في عادة كده جرت في بعض المناطق ان احنا بند مضاد حيوي آآ شراب للطفل آآ فده معا احنا يعني في السياسة بتاعتنا ان احنا ما بنحبش مضاد الحيوي خالص وفصلا لما يكون طفل لسه مولود لو الجرح معمول في آآ عيادة نظيفة او في مكان نظيف وتحت عقلات معقمة والدنيا كويسة غالبا ما بنديش مضاد حيوي الا لو حصل اي مضعفات اثناء الجراحة نفسها الطفل اضطر ان هو نزف وحصل له واتاخد غرز او اتخيط او حصل اي مضعفات ساعة الطبيب الجراح باضطر يوصف مضاد ضحاوي لكن في حالات ندر قوي غالبا احنا بنكتفي بالمسكن بالنظافة على المكان آآ ده كان كل ما يخص على موضوع الطهارة آآ وان شاء الله نقابلك قريب ياريت لو في اي اسئلة او موضوع تحبوا نتكلم فيه نبعث على صفحة شكرا والى اللقاء ترجمة نانسي قنقر